وللمزيد من التوضيح والتفاصيل ينضموا لنا عبر الهاتف الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية بنرحب بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين أهلا وسهلا بحضرتك يعني أظن مع وجود يعني الاعتداء الوحشي وحريق يعني برفح وما حدث فيه رفح ودفع أيضا المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي والرئاسة الوزراء وما إلى ذلك يتحدثوا عن تحقيق هل ذلك له دلالة وما هي الدلالة التي يمكن هل هناك ضغط هل هناك تورط فوق التورط للاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد إسرائيل بتشعر بأن هناك ضغوط كبيرة جدا سواء من العالم العربي أو الإسلامي أو حتى من الدول الغربية نفسها بما فيهم حتى بعض العناصر والشخصيات الكبيرة في الكونجرس الأمريكي بما فيهم حتى ما يسمى بالكتلة التقدمية في الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي ينتمي إليه رئيجو بايدن وبالتالي بتحاول إسرائيل من خلال الإسراع بخلوج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالحديث عن تحقيق أو ما إلى ذلك أنا في رأيي الهدف واضح جدا وهو امتصاص هذا الغضب سواء في المنطقة أو خارج المنطقة لكن في الواقع لو رجعنا منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن هناك أكثر من 160 مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي من شمال غزة إلى الجنوب وفي غالبية كل هذه المجازر كانت هناك تحقيقات لكنها لم تصل أبدا إلى نتيجة وحتى إذا كان هناك نتائج أولية تعلن لا تتحدث عن الحقيقة يعني على سبيل المثال تتحدث إسرائيل اليوم أن سبب الحرائق التي جرت بالأمس ربما تكون بعض الأسلحة أو مخازن السلاحة الموجودة في المنطقة وأنها استخدمت قنابل صغيرة لا تزيد عن 30 كيلو جرام وبالتالي لا يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا الدمار الهائل إلا إذا كانت هناك مخازن سلاح أو زخيرة في المنطقة وخرج حديث آخر أيضا أن هناك ملاحقة لبعض الإرهابيين أو إرهابي ما في هذه المنطقة ولم يقصد المدنيين وما إلى ذلك هم متضاربون حتى في التصريحات صحيح وبالتالي هو الهدف واضح جدا هو أولا يعني تخفيف الضغوط تخريج الرواية الإسرائيلية وظهرها بأنها تلتزم بالقانون والقانون الدولة الإنسان وهذا الأمر جير موجود إسرائيل منذ نشأتها في مايو 1948 تتصرف وكأنها دولة فوق القانون لم تلتزم أبدا بقرار من الجمعية العامة المتحدة أو قرار من مجلس الأمن وبالتالي هي حتى لم تضغي لأي قرارات من المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية هي تتصرف وأنها فوق القانون رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه قال إنه لم يلتزم بأي قرار يأتي من فوأم محكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية هذا يظهر الوجه العنصوري لإسرائيل التي روجت وحاولت أن تروج أطول أكثر من سمانية عقود بأنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط وأنها تحترم حقوق الإنسان وما إلى ذلك لكن ما جرى في هذه الحرب تحديدا كشف واجه إسرائيل الدليل على ذلك أن الدول الأوروبية والتي اصطفت مع إسرائيل في بداية الحرب بدأت الآن تتخذ مواقع مختلفة رأينا ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 67 وعاصماتها القدس الشرقية وهي أسبانيا وإيرلندا والنرويج في تقدير هناك دول أخرى في الطريق للاعتراب بدولة فلسطين القضية الفلسطينية الآن أصبحت في ضمير وفي عقول العالم كله والعالم أدرك أن إسرائيل لم تكن في يوم على حق وأن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى تقرير مصيره وأقامة دولته وأن كل الإتعاة والكذيب الإسرائيلية التي روجتها خلال هذه الحرب وما قبل الحرب عن الفلسطينيين وعن الشعب الفلسطيني هي أمور غير حقيقية الآن تأكد للعالم كله أن الشعب الفلسطيني استحق دولة هناك أرض وهناك شعب وهناك سلطة فلسطينية وهذه المقاومات الثلاثة أو الأركان الثلاثة لإقامة الدولة حولت إسرائيل بطريقة خبيثة أن تزيح الشعب الفلسطيني من خلال الهجرة القصرية من قطاع غزة خارج القطاع ومن الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أي ناحية الأردن ورغم ذلك صمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه أفشل هذا المخطط الإسرائيلي ربما ما يجري في رفح سواء بالأمس ما جرى الحاجر حريطة الهائل أو ما جرى اليوم في منطقة المواصل وبالمناسب منطقة المواصل كانت تروج لها إسرائيل بأنها المساحة الإنسانية المساحة الآمنة في قطاع هناك خنق يا دكتور لأنه يعني إذا تابعنا منذ سابع من أكتوبر هو كان الحديث أنها ستكون عملية محدودة في الشمال ثم جاءت إلى الوسط ثم تم دفع الفلسطينيين إلى الجنوب ثم الآن يتم الاعتداء مرة أخرى على الجنوب ودعوات للنزوح في الوسط والشمال وعودة مرة أخرى للاعتداءات في خان يونس في الوسط وما إلى ذلك هناك محاولة لخنق مع أيضا وجود قفل المعارب أو المعابر وغلق المعابر على الفلسطينيين هناك حالة خنق وقصد من الجانب الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد وهذا ما قالته مصر أكثر من مرة مصر قالت أن إسرائيل تريد أن تحول قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة وبالتالي يتم التهجير الفلسطينيين قصريا طبعا لو نظرت لمناطق زي الشمال وتحديد المحافظات زي الشمال وشمال غزة وحتى محافظات الوسط في دير البلح وخان يونس وغيرها أصبحت بالفعل أماكن غير قابلة للحياة لا توجد فيها لا مياه ولا كهرباء كل وسائل المعيشة أصبحت غير موجودة حتى الكربانات والخيام التي تم إعدادها سواء من الهلال الأحمر الفلسطيني أو من مؤسسات دولية مثل النروة يتم قصفها ويتم حرقها ورسالة إسرائيل من هذا الأمر واضحة تماما هي تريد أن تقول للجميع أن قطاع غزة لا يمكن أن يكون آمنا لأي أحد سواء كان مدني سواء كان من الفصائل سواء كانت نساء أو أطفال أو تبار السن أن هذا المكان غير قابل للحياة لكن أنا في تقبير حتى هذه اللحظة إسرائيل فشلت في كل أهدفها فشلت في كل أهدفها الميدانية وفشلت أخلاقيا وفشلت سياسيا وفشلت حتى دبلوماسيا لو نظرت ميدانيا من 7 أكتوبر الماضي وإسرائيل تقول أن هدفها هو القضاء على الفصائل الفلسطينية ثم بعد ذلك استعادت الرهائن طوال هذه المدة هي لم تستعيد الرهائن ولم تقضي على الفصائل بالأمس ربما أو أول أمس ثم إطلاق صواريخ وصلت إلى تل أبيب وبالتالي هذا فشل ميداني بكل معنى الكلمة لإسرائيل والجيش الإسرائيلي إسرائيل لم تحقق أي شيء أو أي هدف حقيقي في قطاع غزة صورة إسرائيل النمطية في العالم طلت تخت وأصبحت صورة سلبية للغاية فشل إسرائيل دبلوماسيا الآن أصبحت دولة معزولة ودولة منبوزة عندما تصوت 143 دولة في الجمعية العامة الأمم المتحدة لصالح دولة سلسطين على عكس الإرادة السياسية الإسرائيلية والموقف الإسرائيلي الأمريكي هذا يكشف أن إسرائيل أصبحت دولة معزولة لأول مرة في تاريخ إسرائيل يستعد المدعى العام لإصدار أوامر باعتقال نتنياهو وزير دفاعه هذا أمر لم يكن موجودا من قبل نفس الأمر القرارات الصادرة من المحكمة العدل الدولية كل ذلك يشي ويؤكد أن إسرائيل أصبحت دولة يعني ليست كما كانت تصور نفسها أو كما كان يصورها البعض من أنها دولة لها سيادة وسيطرة دبلوماسية تستطيع أن تنفذ إلى مناطق والمؤنظمات الدولية والإقليمية وغيرها هذا الأمر سبت أنه غير حقيقي وجه إسرائيل الحقيقي أصبح معروف للعالم بأنها دولة عنصرية وترتكب كل أنواع المجازر ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في قطاع شرقية أو في الضفة الغربية ربما الأنظار كلها تتجه إلى قطاع غزة لكن ما يجري في تقديري في الضفة الغربية لا يقل أبداً عما تقوم بإسرائيل في قطاع غزة وبالتالي هذا الأمر أصبح مكشوفا إسرائيل فشلت على كل المستويات ما نراه اليوم من انقسام حتى داخلي في الحكومة الإسرائيلية وحتى داخل المعسكر المتشدد نفسه لا يوجد صوت واحد نحن أمام فشل زريع لإسرائيل حتى دكتور عفوا للمقاطع حتى أثناء المفاوضات واللجوء لمصر يعني طارى يختلفون في الاتفاقات واتفاقات الهدنة وطارى يعني مجلس الحرب يتعارض مع رئيس الوزراء ويعود مرة أخرى ويعودون الآن جميعاً بالعودة إلى مصر ومحاولة يعني تحسين العلاقات مرة أخرى للعودة للمفاوضات وما إلى ذلك صحيح وبالمناسبة لا يوجد دولة عندها خبرة في التفاوض في قضية الرهائن والأسرة مثل مصر مصر هي التي أنجزت الصفقة في عام 2011 صفقة الجنب الشاليط واستطاعت أن تستخلص أكثر من ألف أسير فلسطيني طم إطلاق صرحهم من السبون الإسرائيلية مقابل هذا الجنب الشاليط وبالتالي مصر عندها خبرة كبيرة جداً وتعرف سيكولوجية ونفسية الطرفين بفصال الفلسطينية وإسرائيل وبالتالي بالمناسبة أي محاولة للتقليل من الدور المصري من الجانب الإسرائيلي هذا أمر أنا في رأيي أولاً لا يتفق مع الحقيقة ولا يتفق مع خبرة الجانب المصري لكنه أيضاً في تقدير حتى الشارع الإسرائيلي لم يصدقه في نفس اليوم التي بعض الصحافة وبعض المقالات التي تحدثت عن الموقف المصري والوسيط المصري كان هناك معارضون في إسرائيل طرح السؤال وماذا بعد؟ إذا كنت كإسرائيلي أو كحكومة إسرائيلية تهاجم الدور المصري الوسيط وماذا أن تفاعل؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟ لذلك عادت إسرائيل أدرجها وفي تقدير إرسال إسرائيل لوافد الاستئناف الهدنة من جديد أو الاستئناف المفاوضات حول الهدنة من جديد هذا بمثابة اعتزار حقيقي واعتزار ضمي عما روجته إسرائيل حول الوسطاء وبالمناسبة حتى قبل ذلك هجمت قطر وقالت أن قطر لا تقوم بدور الوساطة بالطريقة التي تريدها إسرائيل الوسيط لا يستطيع أن يقوم بالدور الذي يريده الطرفين الوسيط هو وسيط يحاول أن يخلق مساحة مشتركة بين الطرفين ويجلب الطرفين إلى المساحة التي يمكن من خلالها التوصل إلى الاتفاق حقيقي نعم أنا بشكرك على هذا التحليل الوافي وجودك معنا الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية شكرا كزينا لك